موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وموعد جديد معكم في برنامجكم الأهلي ينتخب الأهلي ينتخب هذه النفذة اليومية التي يطلع من خلالها كل السادة المرشحين لعضوية ومقاعد مجلس إدارة النادي في الانتخابات التي تجرى إن شاء الله يوم 26 نوفمبر الجاري على كل أعضاء الجمعية الأممية للنادي بل أعضاء الجمعية العامة للنادي الأهلي كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان بيستقبلوا اتباعا يوميا من خلال الأهلي ينتخب أحد مرشحي عضوية ومقاعد مجلس الإدارة المختلفة للتعرف على كل برامج المرشحين أفكارهم طموحاتهم رؤاهم السيرة الذاتية لكل منهم في محاولة من قناة الأهلي لتقديم هذه الخدمة لكل المرشحين والأعضاء الجمعية العمومية لمزيد من التعرف على فكر وبرنامج وأراء السادة المرشحين بدأنا في الحلقة الأمس الأول مع الدكتور أحمد غيط أحد مرشحي عضوية مجلس الإدارة سبقاه الدكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي اللي أقدم لحضراتكم كل الترتيبات الإجرائية والاحترازية والإدارية وكافة الأمور القانونية الخاصة بين عقادة الجمعية العمومية وسبقها الأستاذ حامد عز الدين في إطلالة كانت مهمة على تاريخ انتخابات النادي الأهلي وشكل انتخابات النادي الأهلي بين الأمس واليوم وما هو منتظر لها غدا لكن قبل ما ندخل في تفاصيل حلقة اليوم خلينا نبارك ونهني لكل أهلاوي ألف ألف مبروك هذا الفوز الكبير اللي أسعد كل الجمهير الأهلاوية بالأمس بل أن نمتع كل الجمهير الحياة اللي تابعت مباراة القمة المصرية أعتقد قمة تاريخية لأول مرة تنتهي بثمن أهداف اللي يكسب خمسة تلاتة مباراة كانت غزيرة في التهديف في الإصارة في المتعة في الأداة في التحولات في الدراما أعتقد كل الجمهير استمتعت بهذا العرض الشيق جدا واللي من خلاله برهن مستر بيتسو موسيماني على أنه بالفعل رجل يمتاز من الناحية الفنية والتكتيكية بكيفية التعامل مع أصعب الظروف وأصعب المواقف شفنا إزاي قدر فعلا يضع الشكل التكتيكي المهم جدا للمباراة إزاي قدر يستخدم أفضل الأدوات المتاحة عنده وكان عنده على الدكة ما شاء الله عدد كبير جدا من اللعبين المتميزين اللي من خلال هذه القائمة أعتقد النادي الأهلي بيدي رسالة تطمين لكل جمهيره أن النادي الأهلي لما بيبني فرق أو لما بيعد جمهيره أنه بيرتب للمستقبل وأنه بينظم للمستقبل وأنه بيعد فريق يكون فعلا يليق بطموحات جمهير النادي الأهلي وبكل ارتباطات النادي الأهلي بيبقى الأهلي فعلا عند وعده وعند كلامه وعند مسؤوليته استمتعتوا حضراتكم بهذا العرض الشيق جدا والحياة الجهد مشكور لكل من شارك في إخراج هذه المباراة بهذا الشكل اللي أسعد الجميع يمكن كان في بعض الكلام على التحكيم والكلام على أنه الصافرة مصرية شي رائع جدا أن التحاد الكورة يصر على تعيين حكم مصري دي القمة الثالثة على التوالي لكن كنا نتمنى أنه حتى هذا التعيين يتجه نحو أن أنت تقدر فعلا تحفظ العدلة في كل جوانب المباراة ما اعتقدش أبدا لو كان فيه حكم أجنبي أو حكم مش مؤمن بالفكرة المصرية بتاعت بر الأمان كان فعلا فيه حقوق قانونية للأهل في هذه المباراة فكرة أن أنا بحط حكم بس الهدف أنه يخرج للمباراة لبرى الأمان لا ده مش منطق قانونة حتى مطلوب أنه يخرجوا لبرى العدالة يدي كل فريق حقه لكن فكرة أن أنا أخد شكل معين في اتجاه المباراة أو في بعض فترات المباراة أبدأ أدير بشيء من العطفة أو شيء من النظر العامة للمباراة عشان أخرج بها بهذا الشكل أعتقد دي تقليعة ما هيش قانونية بشكل كاف وأتمنى أن كابتن عصام عفتاح علشان فعلا يقدر يرسق أقدام الحكام المصريين في مثل هذه المباراة الكبيرة يكون لإنحياز الكامل فقط للقانون شفنا حتى الكرة اللي بتترمي في الملعب أثناء تزديد علي معلول ضربة الجزاء حتى الحكم ما بياخدش اتجاهها إجراء قانوني تفاصيل كتيرة في المباراة كانت مؤثرة جدا ضربة جزاء إنذارات لم تشهر بشكل كبير جدا ما أعتقدش كانت المسألة فيها هذا الشكل القانوني الكامل لكن ما علينا المهم ألف ألف مبروك لكل أهلاوي وكل التحية والتهناء والتقدير للجهاز الفني والكابتن سادعب حفيز مدير الكورة ومستر بيتسو موسماني والكل اللي عيبوا أعتقد استحقوا هذه التهناء وهذا التقدير وهذه المكافأة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي المفاوض بالإشراف على الكورة اللي قرر على طول يمكن تابعته بعد المباراة إلغاء عقوبة الخصم المالي اللي كانت فرضت على الجهاز الفني واللعبين بعد ضياع بطولة الصبر المحلية كابتن خطيب مبارح قرر إلغاء العقوبة وصرف مكافأة استثنائية للجهاز الفني بالكامل واللعبين تقديرا على الجهد اللي بوزل في المباراة وهذا الشكل الفني الرائع اللي ظهرت به فرقة النادي الأهل اشتركوا في القناة